طيب اه المحاضرة دي كانت محاضرة المراجعة هنحاول ان احنا نستمراش شوية حاجات خاصة بالحاجات اللي احنا خدناها طبعا انا اقترحت ان المفروض يكون معانا في الاخر شيد زي كده بحيس ان هيبقى هيدك الصراحة ان الواحد يبقى عارف الايات بالنستركشور بتاعتها بان هيبتماية بايه بالنسبة للعربي او اللي هو الهي ليفل لانجوش وان انا محاضرتها بالماشين كود هتبقى بالمنظر ده وان اعرف الكود بتاعها ايه حاجات تفاصيل كتير لكل نستركشن طبعا الجدول ده بيشيل كل الانستركشن اللي احنا اتكلمنا عنها في الكورس لكن طبعا فيه نستركشن ثاني احنا ما جبناه السرطة فالمفروض ان انا جبن الجدول ده المفروض ده يفيدني في ايه اولا اعرف ان الاد بيبقى الاردي لوها الديستيناشن وده السورس وده السورس التاني ده كده الـ two sources وده الديستيناشن اعرف ان مجرد ان انا جالي ر ر ر ر يعني دول ريزيستر يعني انا ر طيب وبرضو اعرف من الشكل ده ان انا دلوقتي متقسم 6 6 4 5 يبقى انا الر طيب الرقم ده بدل برضو ما اعود اقراه اللي هو 31 او 5 0 1 لا انا كانت بالك هو معناه 32 ثلاثين. بحيث ان احنا ممكن اصلاحنا بنحاول بنقسم للماشين كود. اقول لك حاولوه لغوة لغوة الدسمال بس. مش لازم تحولوه لحاجات البايناري يعني. بس هو الجدول ده يبقى مفيد ان انا اعرف الانستراكشن دي. لو انا عايز نحاول بنقسم للماشين. اعرف الانستراكشن دي. هي ار طيب ولا لأ. هبص في الجدول. اعرف ان هي لو ار طيب. اعرف الكود بتاع الفونكشن. لان هو ايه اللي هنا الرقم بالبايناري. طبعا لو عرفت ان الحاجة دي ايه هلاقي ان الكود موجود هنا. لو ترجمت مسلا لاها تمانية. التمانية دي معناها ان الانستراكشن اسمها اد اي او اا 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 اميديت. اا برضو عندي الاستراكشن لو هي جيه طيب. اللي هو بالمنظر ده. لو ايته بتاعها تنين. بيبقى اا اا الرقم ده زائد التارجت او الادرس اللي بيبقى هنا. فانا شايفة ان احنا مش مضطرين نحفز. طبعا اكتر المفروض ان احنا نكون عرفنا خلاص. بس الجدول ده يكون معنا. اا بحيث ان انا اقلل اللود علي بحيث ان انا اعرف الفونكشن الفورمان بتاعها عامل ازاي وهي بالبايناري عاملة ازاي وهي تبعاني طيب. اي طيب ولا ار طيب. اوكي? يعني انا مسلا ممكن اقول لك الاد طيب كسوأة الاد طيب هي اي طيب يعني الاد انستراكشن. از اه نقط طيب انستراكشن اي ولا ار ولا جيه. تقول اللي ده هي او. جبن الجدول ده تبص على الجدول ده لقيته بالفورمات ده يبقى اي او. جد ما قلت لك الستلزان انت مش عايرك تروح بصص على الجدول روح ايه الستلزان متقسمة ستة ستة اربع خمسات يبقى خلص هي ايه ار طيب. بس اتلزان اربع ايه اه ار طيب انستراكشن. عندي مسلا اه نمسك مسلا ال اكس اور اوي. اه ابوستي كده لقيها اه اه مسلا ستة اربعة اربعة اه ستة خمسة خمسة ستاشر يبقى هي اي طيب انستراكشن. وهكذا فانت ممكن من اتخذها للجدول تعرف الانستراكشن اللي احنا بناخدها في الكورس هي نوحها ايه او تبع عني طيب. اه بالاضافة للفورمات بتاعها بالاضافة في العموم لو احنا عايزين اه خليني بس اشير 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 بورد. اه لو انا مسلا عندي الانستراكشنز بتاعتي الانستراكشنز بتاعتي انا كنت قلت ان هي متقسمة لكذا حاجة يعني بالنسبة لانواحها يعني. طبعا انا بتكلمش على اي طيب والار طيب انا بتكلم على انواحها عن متن. الانستراكشنز في العموم. اصلا في النظر هي مبس ولا لا. الانستراكشنز ممكن تبقى ابدا داتا ترانسفير تمام? داتا انا مش عايزة اكتب كل اي انا متكلم فهي دي اصد يات ترانسفير ودي準 inver rom Wildlife تمام هما ثلاث انواع يعني كنترول فلو وبرضو الارثماتيك او لوجيكال او بريشن طيب دي الانواع ايه هي الانستراكشنز اللي عندي اللي اعتبر اقدروا ان هي داتا تايب داتا ترانسفير انستراكشن او اللي هي كنترول فلو او العكس اتلاحظ مثلا داتا ترانسفير دي اللودورد لو انا عايزة اقلل حاجة من الميموري للريجستر او اللستورورد من الريجستر للميموري او برضو الاد انا شايف ان الانستراكشن اللي اسمها اد يبتعمل او رسماتيك او بس لو انا بقول لها اد ريجستر زيرو مع ريجستر اسمه مثلا اس واحد حطها لف اس اتنين ده معنى ان انا بعمل كوبي بقول اس اتنين بيساوي اس واحد فانا بعمل كوبي دلوقتي داتا ترانسفير تمام فانا اعتقد ان الانستراكشنز اسمها اد ممكن طالما هي بتعمل كوبي فيعتبر داتا ترانسفير بنقل فده في تصوري ايه الانستراكشنز اللي اعتبر داتا ترانسفير بالنسبة للانستراكشنز اللي احنا اخدنا لود وورد وشتور وورد واد انستراكشنز في حالة ان انا بستخدمها عشان انشلايز ريجستر بريجستر تاني الانستراكشنز بقى اللي بتعمل كنترول فلو هتلاقي مثلا عندي مثلا البرانش ايقوال هي اللي بتقول لي باجي عندها ورايح على ايه على الابل تاني او ادرس تاني البرانش ايقوال برانش نوت ايقوال وعندي مثلا الجنب والجنب ريجستر والجنب عند لينك ده ده في تصور طبعا السيت لزان يعتبر في تصوري برضه هي مش كنترول فلو لان انا بقول كرنيلي وطلع لي ناتج البرانشنج بيحصل لما بصدر برانش ايقوال او برانش نوت ايقوال فانا اعتقد ان دول الحاجات اللي هي بتعمل برانش ايقوال طيب الحاجات اللي بتعمل ارسماتيك اوبريشن طبعا فيه ارسماتيك وفيه لوجيكل فلو انت دي لوجيكل لو انت ارسماتيك هتبقى هنا لو انت لوجيكل هتبقى هنا او ان انا اقول ايه الانستكشن بتعمل ارسماتيك طبعا عند الاد وعند السبتراكت اا وعندي مثلا الملتبليكيشن وعندي الديفجن وعندي الديفجن اا تمام طبعا دي حاجات احنا اخدناها وبالتالي برضو موفروم لو موفروم هاي دي لو موفروم لو اا دي ممكن نسميها ارسماتيك موفروم هاي اوكي طيب الحاجات اللي بتعمل الاندينج او بتعمل الوجيكل اوبريشن اللي هي طبعا الاند الاند والاور والاكس اور والنور تمام وعندي الاند اي اي حاجة دول برضو يعتبر الاند اي والاور اي والاكس اور اي او اي طيب اا برضو عندي الانستركشننZ اللي هي الشيف grow اا بصار ومثال هي اي طايف والارطايف بس اي ايه شيف تنج او i تايف يعني ويعن ان اي عايز اعمل حاجة في ال mes يعنى فالشيفت اللي هي�� فالشيفت اللي هي اااااااااااااااااا tex ال광어지 studio تمام chapter write ااااااااا ارسماتيك اوكي على معنى نفس الحاجات بس نضيف في اخيرها طبعا قلنا ايه الفرق من الارابل والعادية الارابل ان انا بس مش هحطه قيمة ده هنحط ايه القيمة هحطها في ريجستر مش هقول شفت باربعة او شفت باثنين لا اها شفت بحاجة جوه الريجستر طبعا نقدر نقوله الستلس زين ووجوده هنا الستلس زين دي ممكن نسميه رسمات الكمبيش دي الانستركشنز اللي احنا اخدناها لقد دلوقتي اللي هي تصنيف بتاعها بيزد على الطيبس دي طيب عايزين مثلا نتكلم على التصنيف تاني من الانستركشنز لو انا مثلا عندي الانستركشنز عايز اقول اي طيب و اي طيب مين من الانستركشنز يعتبر هي اي طيب و اي طيب طبعا احنا اتفقنا ان انا عندي الانستركشن الاول هي تلت انواع طبعا انا بكتب بالشكل ده عشان صعب ان انا اكتب بشكل كويس باستخدام القلم مش بكتب بييد يعني لو انا عندي ار طيب عندي اي طيب عندي جي طيب ان جنرال يعني عشان برضه قبل ما اقول الانستركشنز اللي هنا واللي هنا هتلاقي ان الانستركشن اللي هي ار طيب الكود بتاعها الكود بتاعها zero تمام اللي هو الاول 6 bit اول 6 bit في ال i type اول 6 bit في ال j type يئمة 2 يئمة 3 تمام الاول 6 bit في ال i type هو ايه بقولها اسميه otherwise يعني اي حاجة تانية غير zero والاتنين ثلاثة افهم على طول ان هو i type اوكي طيب ده بس يعني كنظر عامة يعني ايه الانستركشنز اللي انا قدر اقول عليها ان هي ار طيب و i type طبعا ال r type دي معظمة كانت الحاجات اللي بتستغلن ثلاثة ريجستر والحاجات بتستغلن ثلاثة ريجسترد كتيرا عندنا مثلا مش عارفة ممكن نقسمهم ازاي بس خلينا اقول كده مثلا هلاقي ان الاد لو الارثماتيك اوبريشن الاد والصب و اللي بتاخد ثلاثة ريجسترد الاد والصب طيب عندي مثلا اللوجيكال اوبريشن اللي هو الاند والاور والاكس اور والنور وعكسهم بق اللي هو بتضيفي i يعني كده الاند i والاور i تمام والاكس اور i طيب برضو عندي الشفت لفت لوجيكل والشفت لوجيكل الارثماتيكال لو عايزة بتكلم على الاد i هتبقى هي الاند الاند i لان انا بقول الاند اميديت والاور i والاور اميديت والاكس اور اي طبعا ما ننتاش الاد i طبعا ما ننتاش الى طبعا ما ننتاش الى انا بكلم بس وانا فاكرة الحاجات اللي هي اعتبر جي طيب خليني خليني اردع لالسلايدي انت الجي طيب والجنب اند اند لينك طبعا ما ننتاش الى ايوب طبعا ان الاسكرينت تكون هي اللي زهرة ان انا عندي الحاجات اللي هي اللي كنت بتاعها اتنين دي الجنب والحاجة اللي كنت بتاعها ثلاثة دي الجنب اند لينك لان الاتنين بحط معاهم ايه اا ريجستر لكن الجنب ريجستر دي ان بيبقالها مش يعتبر مش جي طيب اوكي طيب فانا خدت الاد وخدت السبتراكت في الار طيب خدت الاند والاور والاكسو صور دي في الار طيب لانا بياخد ثلاثة ريجستر عندي برضو الشفت لفت لوجيكال وشفت لفت شفت راية لوجيكال وشفت راية رسماتيك دي برضو اا اطبع الار طيب والست لزان ست لزان دي بتاقي تلات ريجستر برضو باقر نبدأ وحطي ناتي في رجستر تلت ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لأنه هو في الـ Shift-Left-Logical بيحط بيقول Shift-Left-Logical بواحد بيحط الواحد دي في مكان الـ Shift-Amount اللي موجودة في الـ R-Type Formal ولو أنا بيقول Shift-Left-Logical Variable بيحط الـ Shift-Amount جوة Register عندي مثلا قلنا طبعا الـ Load-Word اعتبر I-Type Instruction الـ Store-Word اعتبر I-Type Instruction الـ Branch Equal و Branch Not Equal دي I-Type Branch Equal في حين طبعا الجدول اللي أنا قلت عليه ده ممكن يساعدنا أسرع بس يعني المفروض لو عارفينها مفيش مشكلة حاجة كويس يعني طيب الـ Jump Register الـ Jump Register هنا R-Type الـ Jump Register بيصفر كل حاجة وبيحط ليه الـ Destination بتاعي هو الـ Register بتاعي بالأسفل Jump Register اعتبر I-Type Instruction هو ممكن تراجع ده في الجدول يعني هتلاقي ان هو شو بيحط الـ Address فان هي جزء في الـ R-Type ده تقسيمة الـ Instructions فانا عندي الـ Instructions الـ R-Type الـ Code بتاعي بيبدأ بـ 0 عند الـ Add والـ Top والـ End والـ Or والـ XOR والـ Nor وShift-Lift-Logical والـ Variable وShift-Right-Logical والـ Variable وShift-Right-Arismatic والـ Variable وـ Set Listان دي معانا في الـ R-Type الـ I-Type عندي الـ End I والـ Or I والـ XOR I والـ Add I والـ Load وShift-Logical والـ J-Type هو الـ Jump والـ Jump-And-Rick ده كان بس مقدمة كنت أحبّع ان هي تكون مفيدة أتوقع انها تكون مفيدة في تقسيمة الـ Instructions بحيث ان انا أبقى عارفة بصرف نظر عن الـ Format بتاع الـ Instructions ان انا أبقى عارفة في الآخر هي I-Type ولا R-Type هي أصلا Data Flow ولا رسمات الـ Cooperation كده يعني طيب في حاجة ضمن الحاجات اللي ناس بيطلغوط فيها هو انا أم أعرفش يعني أحسن انها سهلة بس فيه ناس بيطلغوط فيها ان انا لو انا عايزة بكونستان انا بقول Add I والـ Register اللي اسمه T0 عايزة احط فيه أربعة فبقول تينود بأربعة بقول تينود وزيرو واربعة يعني اجمع لي على الأربعة زيرو وحط لي النتج هنا فطبعا الـ Add I بيعتبر I-Type Instruction بس هي الفكرة ان انا بقول Register Zero وأضيف عليه أربعة لأن Register Zero جوا زيرو فبجمع زيرو مع الأربعة تمام؟ طيب افرد انا عايزة ان اشتراعيش الـ Register برقم برجستر تاني انا نعمل كوبي يعني فبقول Add بقى بقول Add لان انا بقول له اجمع لي ده على ده وحطوه لي هنا بجمع بحط الـ Instruction بحط الـ Register اللي هو الـ Source مع الزيرو وأجمعهم على البعض وحط النتج في الـ Destination اللي هو الـ 0 يعني بعمل كوبي بس ايه؟ بحطوه بالـ A-Zero بالـ Register Zero طبعا ده مثال برضو بيوضح اهو Add I بيكون هنا الـ A عايزة حطها بـ 2000 الـ A عايزة حطها بـ T-Zero فهيبقى هي نفس الـ Informat بحطوه بـ 2000 ودعم بـ T-Zero بس دايما فيه Register Zero هنا طبعا ده لا يمنع ان الـ Function اللي اسمها أو الـ Instruction اللي اسمها Add بتقدر تجمع حاجات تانية مش لازم تعمل كوبي بس ممكن تجمع حاجة زائد حاجة وتحطها بحاجة تانية ده الأساس بتاعها واحدة من الحاجات المهمة في موضوع اللي احنا شغالين مع الـ Assembly Tooth Complement طبعا في العادي انا لو عندي رقم بالمنظر ده بحولوا لـ Decimal بيطلع لي سلب 4 حولتو Decimal ازاي؟ المفروض ان انا ببدأ اشوف البيت الاخيرة بلقيها طبعا واحد يبقى انا هعمل ايه؟ بقول صفر بضربها في 2 قص صفر الصفر التانية بضربها في 2 قص واحد الواحد بضربها في 2 قص اتنين الواحد اللي بعدها في 2 قص ثلاثة اللي بعدها 2 قص اربعة وكذا بات لما اجي هنا البيت الاخيرة دي بواحد فبقول البيت اللي اسمها واحد بضربها في سالب 2 قص الـ 31 وحتى اتنين اللي انهم دلوقتي اتنين وحتى اتنين وحتى اتنين بيت فبدأت من الصفر فانتها اتنين وحتى اتنين معاي سالب واحد قص اتنين قص واحد وحتى اتنين طيب فلو جيت اجمع الارقام دي كلها هدين سالب 4 طبعا الطريق دي طويلة شوية وكنا قلنا ان انا عايز ادور على طريق اسرع تجيب لي ان انا اعرف الرقم ده كله معنى سالة واربعة بطريق اسرع يعني فحنا كنا قلنا ايه ان انا لو انا عندي رقم ونفرض 8 بيت بيبدأ بص على البيت الاخيرة بسمها ساين بيت البيت الاخيرة لو هي 0 يبقى الرقم ده اكتب بصدف لو البيت الاخيرة واحد فالرقم ده اكتب نجد طبعا اللحظ ان انا عندي اربعة بيت في الاول 0 في اربعة او الاربعة امثلة يعني هتلاقيه كل ارقام دي خليني هنا مثلا خط الرقم اللي اسمه الرقم ده تمام الرقم ده مجرد معرفة ان ده واحد اعرف ان الرقم ده اكيد سالب هو بايناري بس الديسيميل بتاعه سالب فانا عايز اجيب الديسيميل بتاعه هعمل ايه اول حاجة عندي مثلا ثمن وحايد وبعدين عندي ثمن وحايد تانيين هو الرقم مكتوب في كده ده التوز كومبلمنت تمام توز كومبلمنت احاوله الوانس كومبلمنت هحاوله وا 68 ان انا سوابվ كل اله زير وانس والحاجات دي فاخلي كل الاصفار وحايدة اللي احد الصفار فانا عندي اربع satisfy ما هذا يبقى اربعة صفار وهكا طيب وبعدين ابدأ ان انا اجمع واحد اجمع واحد على الا شمع واحد ما على واحدs 649 واحد سفر سفر تمام وهنا اربعة اصفار تمام اربعة صفار يعني شام بس الصط Aegifat طيب الرقم ده في الآخر بالبايناري لو عايز حوله دي سيمال هيبقى اسمه واحد فانا اقول بقى ده اسمه سالب واحد لان طالما انا كنت هنا واحد يبقى الرقم ده بعد بحوله اخليه سالب واحد طبعا مش مش عشان ده واحد يعني الرقم ده واحد وطلع في الآخر عشرة في اسمه سالب عشرة لان البيت الاخيرة كان معناها واحد مش zero يبقى انا حط سالب هنا دي كانت عشان لو في حد عنده مشكلة يعني دي مسيلة طبعا في حاجة اسمها أتوقع أنتو بتستخدموا حاجة في اللاب أن انتا ما بتستخدمش اللي احنا بنتكلم عنها في المخاضرة بيبقى المفروض أن هي كان بيترانسلات انتو يعني هي بحولها لأكتر من واحدة أو اثنين عندي مثلا المثال على الآد أنا قلت عايزة عرف ريجستر أحط فيه ألفين فهنا دلوقتي قلت الآي زيرو والزيرو والألفين كما أنا ممكن أعمل الآي زيرو والألفين وبقى عارف ضمنين أن أنا بجمع الزيرو على الألفين أو أن أنا بحط هنا على طول فساعدتها بستخدم من إستركشن اسمها هي بتعمل كده بتعمل نفس التارجت بتعمل نفس الهدف بتاع الأد بس يعتبر الشكل بتاعها مختلف عن الأد آي الموف أنا عايزة أعرف ريجستر بأنه هو بيساوي الآي زيرو فبقول بدل ما قول يعني أنا عايزة أقول إن الآي واحد بيساوي الآي زيرو فبقول حط الكيمة دي هنا تمام كوبي الآي زيرو بأكتر من إستركشن طبعا احنا واخدين بس الغدلوقات والنموه ولكن في بعض الإستركشن دي أنا ممكن أخد الإستركشن دي وحولها لكذا الإستركشن جما بعض تمام دي بيعتبر كومبلكس ده بس بيختصر عشان لو قابلتنا في اللاب يعني أو إن أنا وانا بحل مثلا دلوقتي كان السؤال مثلا محلول بلود إميديات إيه لود إميديات دي معناه أد آي ونانا بإنشاء الله إز ريجستر بفاري طيب طبعا ده شكل الارتيب انستركشن إستركشن و لو حبينا ناخد مثال بتاع الاد أنا عارف إن الاد R type فحط هنا zero وحط هنا ركوب بتاع الاد وعندي إس ربعة T1 T2 فحط T1 T2 هنا T2 وعن الإس ربعة حطها هنا في الـ وشفت المنطقة لها في زيون لأنه una قد ما بتعملش شي في الوقت طيب الستور وارد واللود وارد احتفى ناتقنا ان الود وارد بيعتبر ايه رقم يعتبر اي طيب الستركشن فتاخد مسلا الستور وارد هتحط الكود بتاع من الجدول اللي معان في 6 وبعدين هتحط ال 16 دي هنا والادرس بتاعت المفروض مثلا انت هتحطه فين يعتبر هو source وده destination تمام هو الفرمات بتاع اللودور دي كده ان انت تحط source هنا والdestination هنا طبعا هنلاحظ ان فيه مشكلة حصلة في اللودورد والاستورورد ان انت عندك اللودورد يعني ده انا بقول بجيب من هنا عايزة اجيب من هنا احط هنا فده يعتبر source وده destination صح؟ فانا عادة لما احط الصورس هنا وده destination ان انا احط هنا التين وود وحط هنا الستاك بوينتر او الادرس اللي انا عايز اروح له تمام لكن الفكرة في اللستورورد هو اللستورورد بتعمل نفس شغال نفس الفرمات بتاع اللودورد بس يعمل بالمنطق فيها غرض بس طبعا ما عاملنا بس بحطة السيمباليستي او ان انا ايه بامشي بنفس الفرمات هتلاقي هنا 16 ما حطوطه ماشي هنا 16 عادي وده يعتبر ان انا بعمل في اللستورورد ايه بقول خدلي من هنا حطه له هنا يعني خدلي من الريجنس تلحطه في الميموري يعني مفروض ان ده source وده destination صح لا بيحط برضو الستاد بوينتر هنا وبيحط هنا الريجستر التاني اللي هو الازيو تمام لازم برضو تاخد بالك من الفرؤات دي ان اللودورد والستورورد يعتبر بيتحط بالطريقة دي ولكن بيتحط بفرمات ولكن في اللودورد يشغل تمام لو بالفهم السورس محطوط الاول والdestination بعدين لكن في الستورورد محطوط ال destination الاول وبعدين السورس بعدين طيب طبعا ده فكرة السلب السلب الاربعة نحنا تمام يعني السلب الاربعة هتحطه هتحط السلب الاربعة الاربعة اللي هي واحد سفرين تمام وتكمل مثلا كله سفار ستاشر بيت ستاشر بيت هيبقو بيمابو الاربعة طبعا ده مش هينفع حط الرقم ده ده مش هينفع حطه هنا على طول هعمل ايه لانه هو اصلا مفروض سلب اربعة فهعمل ايه احاول الاربعة ده او البينار ده احاول الوانس كومبريمت ستاشر برضو اعكس الاسفار وحايد وبعدين اجمع عليه واحد حاجة دي بواحد هلاقي انه ناتج ده هو ده اوكي ده لو انا يعني بتعامل مع موضوع السالب يعني طيب ده مثال اتمنى طبعا ان هو يكون مثال يعني كويس يوضح حاجات كتير المفروض ان انا بيبقى عندي ال ممكن يبقى عندي الكود بال اوكي ما اقولك مثلا الاف 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 الاكس اقل من الواي مثلا اعملني مثلا الواي بلاس بلاس الواي بلاس بلاس اي حاجة ده ايه ده high level بقولك حول هو دي الاسميلي ايه بعمل الاسميلي تقولي مثلا مش عارفة سيتل الزين مش عارفة ايه فانت عندك high level حولت الاسميلي طيب ممكن عندي الاسميلي حولها لمن حولها لباينر ممكن ما يبعندي العكس بباينر بحولها الاسميلي او اسميلي بحول الهاي فكل ده وارد يعني فاللي احنا خدناه في السلايد اللي فاتت هنا ان انا عندي اسملي وعايز احوله لبايناري لكن انا هنا عندي بايناري او الى حد ما هيكسة عايز احوله لأسيملي فانا هنا مديني كود هيكسة دسمال وبيقول لي حولهولي الانستركشن يعني ده معناه انهي الانستركشن طبعا انا اعمل حاجة واللي انا اعمله هنا يعتبر باعمله على كل اللي تحت او يعني نفس الطريقة اول حاجة بابدأ احول الرقم ده من هكسة دسمال اخد الخمسة وافردها في اربعة بت اللي هي مثلا خمسة دي يعني واحد صفر واحد خليها واحد صفر واحد واضيف في الاخر ايه صفر لان انا عايز اعبر عن ده يعني مثلا الخمسة دي احطها تبقى واحد صفر واحد احط هنا بقى صفر عشان انا عايز اريبريسنت الخمسة فاربع بت بعد كده اجيه عند الاتنين الاتنين دي يعتبر صفر واحد صفر واحد احط صفر ايه اجيب عكا الصفر احطها فاربع مرات صفر وصفر وصفر وهكذا تغطي لما افرد الرقم ده كله في هكسة دسمال افرده في باين المفروض ان انا هنتجلي حاجة زي كده في الاخر هنتجلي حاجة زي كده تمام هنتجلي ان انا عندي واحد اين ثلاثة اربعة خمس ستة ستة بدل ما هم هكسد حولتهم باينر بعدين ببدأ ابص على الاول ستة بيت في الحاجات دي اول ستة بيت اول ستة بيت دول لو كانوا زيرو لو كانوا زيرو فانا ار طيب تمام لو كانوا زيرو فانا اعتبر ار طيب لو كانوا مثلا اتفقنا ان هو لو كانوا اتنين او تلاتة البايناري البايناري بتاع الستة لو كان معناها اتنين يبقى ده جي طيب خلاص هتلاقي انا برضو ستة هتلاقي قصد الستة دول اللي معناهم زيرو ده معناها ار طيب غير كده هتلاقي ان دي اي طيب لانها مش ار طيب ولا جي طيب ودي هتلاقيها اي طيب امام ده بناء نيانا على الجدول ده ان انت عندك الاول ستة لو سفر معناها ان ار طيب لو اول ستة كانوا اثنين او تلاتة او تلاتة او تلاتة اي طيب غير كده يبقى اي طيب اي طيب هتلاقي انه هو عمل حاجه زي كده اي 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 ببدايا بس انا ده وقت لما لقيت الستة دول ان ده ار طيب وكزا عارفت ان الكوت بتاعها سفر 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 مسلا ده اربعة سفر تمانية اثنين او سفر سفر اربعة سفر تمانية اثنين تمام وانس ان انت عرفت ان انت ار طيب يبدأ تقسمهم ايه خمسات خمسة 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 ستة طيب لو انت اي طيب يبدأ تقسمها ستة خمسة خمسة ستاشر ستاشر هدول مع بعض طيب فهيبدأ يرى الخمسة اللي هي سفر سفر اتنين سف وشوف ده كاي فعندك سفر سفر اتنين سف والرقم ده تلح سبعة وتلاتين طيب خلينا ناخد مثلا واحدة اي طيب اللي هي الانستركشن التالتة يبقى عندك الرقم ده 8 صفر صفر سفر وثلاتة اهو اقل معلش يعني لو انا اي طيب معلش لو انا اي طيب يبقى هرى الاربعة والخمسة دول والممكن دلو الباقي ده 6 انا عندي 8 وصفر والباقي شوف كم انتو كما يطلع تلاتة فنا عندي 8 وصفر وثلاتا واحدة افستاشر بيت اهي 8 واثنين وثلاتا واحدة افستاشر بيت ده اه محوطة ما بينجل دول. برضو الآي طيب اللي بعد كده الآي طيب اللي هي دي اللي هي الآي طيب دي بما ان انا عرفت ان الآي طيب هار اول ستة وبعدين خمسة خمسة والباقي كله. تمام? فانا عندي هنا الرقم ده تمانية وبعدين هنا خمسة بعدين خمسة. فانا عندي تمانية خمسة خمسة. يعني كان الرقم ده ستتاشر بيت هو ده اللي هاخده. بس انا لقيت ان اخر بيت هنا بالها واحد يبقى الرقم ده اكسد اسم. الرقم ده اه اه ابدأ بقى اعمل بقى تراف عقصة مطلعه انه ايه ايه بسالب. فيطلع بسالب واحد. تمام? اه اه طبعا لو انا كنت جي طيب فالجي طيب اه 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 ارى اول ستة والباقي كله دايبه هو ادرس. فاشوف البانر بتاعه طبعا يعني ان شاء الله يكون ادرس اه صغير مش لازم نجيب البانر بتاع كله ده كله. اه فهترجمه لدسه ما يطلع لك الرقم ده. ده شكل الدنيا تبقى عاملت ازاي? طيب. انا دلوقتي حولت من هكسة ده اسمه لبايناري ومن بايناري لشكله في الار طيب. بس انا لسه معرفتش ان الحاجة دي ايه بالاسيمبلي. هتبدأ اشتراجع الكود بتاعك سبعة وتلاتين. مسلا ارجع للكود تحت كده. ايه مسلا في سبعة وتلاتين ايه? سبعة وتلاتين دي معناها ان انا اور طيب. اه اور انستركشن. فانا دلوقتي فيه اورنج. الانستركشن دي فيها اورنج. اوكي? طبعا انا اه اه اور. تمام? فالانستركشن اقولها دي اور. فالور بتعمل ايه? بتعمل اورنج. الحاجتين وتحط الناتج هنا. اتنين سورس لانا ار طيب. فما الاورنج اللي الزيرو والزيرو الناتج احطها في الريجستر التاني. او الريجستر اللي هو اسمه اتنين. مهم? لو رجعت الجدول بتاع اه الريجستر هلاقي ان معلش. اه هلاقي ان الريجستر الاولاني اه معناها ايه زيرو. الريجستر الزيرو. ده زيرو يعني زيرو. اللي هو او اندكس زيرو يعني. لان لو اندكس وان اسمه اه الاد. والريجستر التاني. ده في زيرو وريجستر التاني ده في وان. اللي هو الحاجتة بتاعة الرترن الفونكشن يعني. اه فانتبقتي بعمل بعمل اورنج اللي الزيرو والزيرو او ريجستر زيرو زيرو. بحط الناتج في الريجستر الزيرو. لان انا بقولك بحطه في اتنين يعني الريجستر التاني اللي هو في زيرو اعمل اورنج اللي اقول هم فانا كده بعمل اورنج للزيرو والزيرو وحطاها في الفين في في زيرو. وها كزا بقى بالنسبة اللي استركشنز تاني حسب ايانو حعمل ازاي اوكي? برجع الجدولين اللي تحت. طيب دا حصل وكان طلب منك ان انت بعد ما تحاولها الاسمبلي حاولها الهاي ليبل ساعاتها بقى بتترجم تشوف يعني ايه اور ويعني ايه سيتلس دان سيتلس دان دي معناها حاجة أقل من حاجة برانش اكوال يعني كأن فيه اف طبعا الاف او الكونديشن بتاعنا اتفقنا ان هو ممكن يجيلي في الاف والاف الس ممكن يجي في الوايل ان ده الستوبين كونديشن اللي بيخليني اخرج برا لوب فنبقى نشوف دي ممكن هتبقى لوب ولا ايه طيب ده طبعا باختصار الحاجات اللي خدناها لقد دلوقتي خلينا نكمل اللي باقي في فيديو تاني اوكي